السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم كنت تكلمت مع بنت للتعارف وطرح برنامجي للزواج عن طريق ناس في التليفون وبعدها تبين لي أنها كبيرة في السن ولها أخت أصغر منها هل لو تقدمت لأختها الأصغر أكون آثم رأي الدين وأتصرف إزاي أنا شاكر أنت سألتني السؤال بهذا الشقة أي رأي الدين وأتصرف إزاي لا يوجد حرام أن أنت بعد ما تخطب واحدة تروح تخطب أختها بالعكس نحن عندنا في الشرع الشريف وأنت جمعه بين الأختين فإذا ماتت أخت يجوز أنه يتجوز أختها الحرام أن أنت تجمع ما بين الأختين وهم معا في حياة واحدة فيجوز أن أنت تطلق امرأة وتزوج أختها يجوز بس لا يجوز الجمع من بينهم فإذا فيجوز ده إحنا كمان ما رحناش الخطبة في تعريفها في الفقه الخطبة عشان تعرف هو وعدون بالجواز والوعد هنا مش ملزم يعني إذا ما تمش الجواز ليس هناك اسم على الذين لم يقوموا بإتمام الخطبة بالعكس في بعض الأحيان بيبقى من الصلاح أن الناس ما تكملش الخطبة ده لأن لو أن كاملة الخطبة دي هت ممكن يؤدي إلى وقوع في حرام طب إيش وقوع في حرام يعني حد يظلم التاني طب إيه المعنى بقى؟ المعنى أن دي مش زواج ولا حتى عقد خالص لأن بعض أن احنا عندنا في عادتنا في مسألة الخطوبة دي عندنا شعورين صعبين شوي الشعور القديم عند الناس المحافظين بيجعلوا كتب الكتاب خطوبة والناس في العصر اللي إحنا فيه دلوقتي بيجعلوا الخطوبة كأنه زوج لا تصح ولا ده صح لا ده صح ولا ده صح الجواز كتب الكتاب ده بقى تزوجته هل بنقول أنه هو يدخل لا ده لازم فيها حكام تاني بقى لازم هو يعلم لازم الدخول يكون بعلم الأهل طيب بس احنا بنقول إيه الحاجات اللي لازم ننق الساحة منها من الأخطاء في فهم الخطبة وهو ده السبب في السؤال ده هو فاهم إن الخطبة دي كأنها جزء من الجواز لا هو مش جزء من الجواز هو تمهيد للزواج يعني تمهيد للزواج يعني إيه لا هو عقد ولا هو نصف عقد ولا أي حاجة هو وعد إننا نجوزك بنتين طب لوعد هنا ملزم لا مش ملزم يعني لو جموا قالوك خلاص يا ابن كل واحد يروح لحاله هم عايكونوا قسمين لا مش عايكونوا قسمين ليه؟ لأن الوعد غير ملزم طيب أنت روحت تتجاوزها فلقيت أختها بالنسبة لك أجمع فما اقتركت ده وأردت تتجاوز الصغيرة بنقولك إن ده مباح جائز بس القاعدة التانية بقى ليس كل مباح متاح السؤال التاني بقى وأتصرف إزاي؟ لازم تعرف بس إن فيه شوية حاجات من الحاجات اللي مهمة اللي انت تعرفها هي مسألة التعلق أعيد الكلام تاني أنا قلتلك إن انت يجوز إن انت تروح تخطب اختها بس بقى إذا إذا انفصلت يعني حصل انفصال وخلاص والحمد لله فيجوز إن انت تروح تخطب اختها بس أنت بتقولي أتصرف إزاي؟ أول حاجة دي استشارة بقى الجزء ده جزء الاستشارة جزء الاستشارة فيما يتعلق بالحياة الزوجية خلي بقى لحضرتك احنا عندنا تلات تلات مفاهيم هنا مهمين جدا في القضية دي وأنا بشكرك إن انت سألت السؤال ده في الوقت ده بالذات يعني الوقت ده بالذات هو وقت الاستشارة في مسألة العلاقة الزوجية في مسألة إزاي أنشأ علاقة زوجية صحيح المفهوم الأولى هو التعلق أنا ما بنصحش في الأحوال اللي زي دي لو إني حد اتجاوز وحدة خطب وحدة وهي تعلقت بي تعلقا شديدا إن هو يروح يتجاوز إن هو يروح يخطب اختها ما بنصحش ده من قبيل النصيح يعني هو لو راح خطب اختها يبقى حرام أقول له لا لكن ده احنا دخلين هنا في قاعدة ليس كل مباحة ليس كل مباحة متاحة مش كل حاجة مباحة تبقى متاحة إن احنا نعملها لا في حاجات مباحة ومش هنعملها زي إيه إن البنت الكبيرة دي تكون تعلقت بيك تعلقا شديدا فإذا حصل التعلق الشديد ده فدي أول مفهوم مفهوم التعلق لازم تقيس التعلق فيه تعلق ولا لا مش بس تعلقا أنت كمان تعلقك أنت بيها لأن ممكن تكون أنت عامل إيه ده اللي بيحصلوني في جلسات الإرشاد الزاوي ممكن يكون أنت عايز تاخد الفرجن الصغير منها أنت متعلق بيها بس عايز تاخد الصغيرة منها وعجبك البيت وعجب الحياة الأسرية فعايز تاخد الصغيرة من الكبيرة وإنت بتقول برضو إن الكبيرة تبقى موجودة معنا هتبقى أختي ومعرفش إيه فبيبقى في خطر خطر ليه لو أنت لسه متعلق بالكبيرة فلازم تقيس أول حاجة مفهوم التعلق الحاجة التانية مفهوم العلاقة ما بين الأختين يعني العلاقة ما بين الأختين وهي مسائلة العلاقة الأسرية ولازم تعرف بس أن الإخوات في بعض الأحيان فيه بنات العلاقة بينهم رائعة لكن أول ما يدخل الجواز البيت العلاقة بتفسد ليه؟ البنت بتحس أن أختها مفضلة عليها فتحس أن هي بقت منبوذة أو بتحس بالرفض أو تحس بكذا كذا كذا فالبيت يحصل فيه مشكلات مع أنهم كنوا قبل الجواز زي الفل لكن أول ما دخل الخطاب إلى البيت فسد العلاقة وأنا ما منصحش أبدا حد يدخل بيت ويفسد العلاقة بين الإخوات لأن ده بيخلي حياته هو فيها مشاكل كبيرة جدا 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 وخاصة لو أن الوالدين مالوا لنحية حد في الاثنين فبتبقى الأخت مش عايشها في سعادة والأخت التانية مش عايشها في سعادة فخلينا نشوف إيه العلاقة بين الأختين شكلها إيه المفهوم التالت يبقى عندنا مفهوم التعلق لازم تراجعوا لازم تتكلم على العلاقة ما بين الأختين حاجة التالتة والمهمة أن احنا لازم نراجع معايير أصلك معاييرك في الجواز لأن معايير في الجواز أن أنت متصور أن أنت لما ما شفتش كبيرة معايير السن واحده مش هو المعايير الكافي أن أنت تتجوز علشان فما ينفعش أن أنت تتجوز واحدة عشان بس ثلاث سنها أصغر من السن التاني لا أنت كده محتاجين أن احنا ندخل دورة المقبنة على الزواج ليه؟ عشان تعرف أن السن أحد معايير الجواز مش هو المعايير الوحيد أنت عجبتك الأسرة واحدة سنها أصغر من التاني فقلت أنا أخذ الصغيرة حتى مش هتأخذ الصغيرة وبقية الصفات وبقية السمات بتاعتها هتقول للمن عرفها في الخطبة لا أنت ما يبقاش تدافع لك أن هي أصغر منها سن ولكن لابد يكون دفع آخر منزومة من الأشياء ولذلك رسول الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فذفر بزاية الدين طريبة يدك وإحنا عندنا متفقين أن دي معاني بالرعيها عند الجواز بالرعيها عند الجواز فقلت زيك أنا نصحت لحضرتك أن أنت تقيم جدا 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 المسألة دي بعناية ليه طيب وزيك أنا قلت لك تقيم المسألة من الثلاث مفاهم دي التعلق وعلاقة الأختين والحاجة الثالثة معاييرك إيه في الجواز لأن لو ما عملتش كده أنت ممكن تقعف فرطة أن أنت تدخل البيت فتجد البيت كله اشتعل أو تجد نفسك واعتف كراهية من بعض الناس لو أن البنت كانت تعلقة بيك أو أن العلاقة بين الأختين فسدت أو أن معايير صغر السن ما كانش كافي أن أنت توصل لمرأة مناسبة لك فأنا دي نصحتي وأرجو أن أنت تخلي بالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر